المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي وصالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال لقائه معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى معالي السيد صاقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي بحضور وفد مملكة البحرين المشاركي في الاجتماع البرلماني الدولي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب ثمانية وعشرين وأعرب معالي رئيسي مجلسي النواب والشورى عن خالص التهاني والتبركات لنجاح دولة الامارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ وعقد الاجتماع البرلماني الدولي بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي والاتحاد البرلماني الدولي الذي أكد الامكانات الكبيرة والمتقدمة والتنظيم المتميز والأعداد الدقيق والكفاءات الاماراتية المؤهلة القادرة على استقطاب مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية الكبرى كما بحث الجانبان سبل دعم العمل البرلماني الجماعي لمعالجة تحديات تغير المناخ وآليات مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والبحث عن حلول تشريعية يستفيد منها الجميع